أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة بالإنجازات التي حققها القطاع الرياضي في عام 2023 وحصد خلالها 387 ميدالية عن طريق مشاركات الاتحادات والأندية الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية وذلك بفضل دعم ومساندة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن بالأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والتي بذلت لخدمة الحركة الرياضية في مملكة البحرين بهدف خلق مناخ رياضي حيوي ذو جودة وتنافسية وكفاءة عالية يسهم في التمييز الرياضي وتحقيق البطولات جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لعام 2024 الذي عقد بقصر الوادي بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس وأعرب سموه عن تمنيته للهيئة العامة للرياضة بالتوفيق في البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها على أرض الواقع لتعزيز مفهوم الاستدامة في جيل الذهب من جانبها اعتمد المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية للقطاع الرياضي والتي تناولت السياسات العامة والأولويات والأهداف الاستراتيجية للأعوام 2024 حتى 2026 حيث انقسم نموذج الخطة الاستراتيجية إلى أربع سياسات أساسية وهي صناعة الأبطال من خلال توفير العلوم الرياضية وتطوير المهارات والقدرات على المدى الطويل وإدارة المواهب الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة إضافة إلى ذلك تطرقت الاستراتيجية إلى توفير بنية تحتية عبر قنوات التطوير المؤسسي كما ركزت على صناعة الرياضة من خلال توفير البنية المناسبة للاستثمار كما تم تحديد مؤشرات الأداء الأساسية الذي سيتم اعتمادها لتحقيق الأهداف المرجوة ووجه سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الهيئة العامة للرياضة لوضع خطة تنفيذية ومتابعة تنفيذها إلى ذلك استعرضت الهيئة العامة للرياضة التحديات والفرص التي تواجه عملها خلال المراحل القادمة في نطاق الميزانية المحددة وعليه وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الهيئة العامة للرياضة لدراسة الخطة العشرية مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتواكب الاحتياجات الرياضية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي استعرضتها الهيئة العامة للرياضة في الاجتماع ومن جانبها عرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة تفاصيل خصائص مشروع مسار الدراجات الهوائية والجري في المحافظة الجنوبية حيث يبلغ طول المسار 48 كيلو متر ويأتي إنشاء المشروع تنفيذا للخطة الاستراتيجية للقطاع الرياضي والتي يعمل عليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة ليشجع المهتمين بهذه الرياضة وجذب شريحة أكبر من المجتمع لممارسة ركوب الدراجات في مكان آمن وقد بيّنت الأمانة العامة من خلال الشرح بأنه تم إنجاز 95% من الأعمال الإنشائية للمسار وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية في الربع الثاني من العام الحالي 2024 2024 موسيقى ترجمة نانسي قنقر